اشتركوا في القناة الطغات بامر رياسي يقال هكذا في عهد ريجن المجنون يقال بامر رياسي اصدر الرئيس الامريكي ريجن امر رياسي بالحرب على ليبيا مثلا امر رياسي بمحاصرة ليبيا امر رياسي بمقاطعة ليبيا امر رياسي بعمل كذا كذا هل هذه ليس الدكتورية هل هذه ديمقراطية الان انتخابات امريكية طلع مواطم اسود اصله من كينيا فريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسة اسلامية في اندونيسيا اسمه اوباما والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الاسلامي وفي فريقيا الصفشروا بخير وصفقوا لهو وصلوا من نجله ودعوا لهو بالنجاح وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملة التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز في رئيسة امريكا لكن فوجينا بان اخانا وشقيقنا الافريقي الكيني الامريكي الجنسية امريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيديه في العالم العربي وفي فريقيا وفي العالم الاسلامي نحن نتمنى وربما تكون هكذا ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر اكوزيون انتخابي هذه مناسبة انتخابية ان كذب انتخابية باش تعرفوا ما زلت الانتخابات ان الواحد يكذب يكذب على الناس لكي يعطوه صوتها وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون لا هو انت وعدت بكذا بكذا يقول لا هذه دعاية انتخابية شوفوا ما زلت هذه الديمقراطية لا هذه دعاية انتخابية فاكرينها مجد لكنها مضبوط نرحق عليكم ان يبقى بصوتكم ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعاية انتخابية لكن كونك هو يقول ان القدس سأعملها عاصمة الى الامد من الاسرائيليين هذا يدل على ان هو ان اخانا اوباما يجهل السياسة الدولية وما هوش بطلع على ملف الصراع في الشرق الاوسط كنا نعتقد ان يقول انا قررت اذا نجحت سوف فتش مفاعل ديمونة ليتأكد من القنابل الذرية ومن لسحة الدمار الشاب الأخرى عند الاسرائيليين نبقى انتأكد منها وذي القرار مثل هذا لكن لا بد انه عندما فكر في هذا لا بد انه فكر عندما كان يتكلم عن ايران برنامجه النووي لا بد ان تكون اماما ديمونة بكل تأكيد لكن لما تكون جداما ديمونة لا بد ان يكون جداما يكون جداما مصير مصير سلفه كندي 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 الذي قرر ان يفتش مفاعل ديمونة واصر على تفتيشه ليتأكد من انه يصنع اسلحة ذرية واللعب ورفض الاسرائيليون واخيرا اصر هو على التفتيش كان المخرج من هذه الازمة هو استقالة البنغوريون استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة واعطى الضول اخضر بقتل كندي وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة واصر على تفتيشه بسبب صراره على تفتيشه قتل كندي لابد ان اوباما امام هذه الصورة وبالتالي لابد انه كان يريد ان يتكلم على هذا ولكنه يتراجع كنا نتوقع منه ان يقول اني سأطبق اذا نجحت فكرة الدولة الواحدة السراطين الموجودة في الكتاب اللبين للقذافي ان هذه الفكرة هي الفكرة اللي فيها الحل الجذري والتاريخي والنهاية وانه مستحيل يقام الدولتين قزميتين في هذه المنطقة اي دولة عمق خمصة كيلومتر ما يسمى باسرائيل لان عمق خمصة كيلومتر اي دولة هذه امام خمسة ملايين من الفلسطينيين كنا نتوقع ان يقول ملايين اللازيين الفلسطينيين قررتوا ان يرجعهم بأرغب فلسطين التي تطرد منها عام ثمانية واربعين وعام سبع وستين هذا هو التغيير اللي يتطفق لهو الشعوب ويهده الشعب الامريكي والشعب الاسود في امريكا كنا نعتقد ان يقول اني اعمل منجل استقلال الامة الكردية وتوحيدها ولابد ان تحتل في الشرق الادنى مكانة اتحت الشمس وقل ارض الامة الكردية الممزقة المعذبة المطهدة المستعمرة من الكل كان يجب يقف الى جانبها لا يقف من عملاء ويضحي ب مصير الامة الكردية هذا التغيير والخوف في اللي الخوف هو ان هذه الكلام في وقته يقول ان الاسود يشعر بالنقص حقدة النقص هذا شيء خطير اذا كان اخونا اوباما شعر بانه هو اسود وانه ليس لهو الحق في ان يحكم امريكا هذه المصيبة الكبيرة لان هذا الشعور خطير جدا يجعله يتصرف ابيض اكثر من البيض ويبالغ ضطهاد السود واحتقارها نحن نقول لهو ياخي الاسود والابيض في امريكا متساوين كلهم مهاجرين امريكا ليست للبيض ولا السود امريكا الهوز الحمر سكان الاصطاقين جاية الابيض وجاية الاسود اذا ان الابيض والاسود امريكا متساويين ومن حق وباما يرفع رأسه. يقول انا شريك في امريكا. امريكا ارضي مثل ما ارضكم انتم. اذا كان ما يش ارضكم ما ما يش ارضي حتى انتم ليست ارضكم. ارض الهند الحمر. انتم مهاجرون نحن مهاجرون. لكن ما زلنا احنا نعمل ان الاسود هذا يكون معتز بافريقيتي وباسلامه وبعقيدتي وانه صاحب حق في امريكا وان يغير امريكا من الشر الى الخير وان تقيم العلاقات اللي تخدم امريكا مع الشعوب الاخرى.